سؤال نحن نقرأ القرآن في الصلاوات الجهرية بترتيب المصحف والليلة في العشاء يكون الختم إن شاء الله هل يجود دعاء ختم القرآن جهرا في الركعة الثانية في صلاة العشاء بعد الختم أن يدعو دعاء الختم في صلاة العشاء في الركعة الثانية نقول له يا رعاك الله لم ينقى المثل هذا عن السلف لا يعرف عن أحد منه أنه دعا بدعاء ختم القرآن في الفرائض بل المنقول عنه أن ذلك كان في النوافل وفي صلاة الترويح في نهايتها الوطر فخير لنا أن نغلق هذا الباب أي أن كان القول في سنيته أو بدعيته لكن إن كان المقصود أن تدعو بدعاء الختم خارج الصلاة الآن وفي ذلك واسع والحمد لله ولك في هذا سلف وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وبرك الله فيك ترجمة نانسي قنقر